موسيقى أهلا بكم كل عامل وأنتم بخير أهلا بكم في هذا الشهر الفضيل وما بين هذه الحياة التي نعيشها في هذا الشهر الفضيل وما بين السير في الطريق إلى الله أن تتعيش ما بين التخلي عن كل خلق دني والتحلي بكل خلق سني لتنتظر دائما هذه التجليات التي تبدو في المخاطبات والمكشفات والمشاهدات لنتحدث اليوم عن المشاهدة باعتبارها من منازل السائرين في الطريق إلى الله عز وجل وبداية اسمح لي أن أرحب بصحب الفضيل السيد دكتور محمد مهنة الأستاذ بكلية الشريعة والقنون بجامعة الأزر مولونا أهلا بكم مرحبا سيد حسن أهلا وسائل يعني هل يصح إذا قلت هذا أن ما بين أن أتخلى عن كل خلق دني وأن أتحلى بكل خلق سني وهذا هو انعكاس أي عبادة أو طاعة وبالتالي السير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يبقى هذا التجلي الذي يبدو في المشاهدات والمخاطبات والمكشفات هل يصح أن أطرح هذا الأمر على هذا النحو نعم يصحنا طبعا لا شك نعم بسم الله أولا وصلاة وسلاما على مصطفى في مبدأ كل الأمن ومنتهى نعم لا شك أن بعد التخلي عن كل خلق دني والتحلي بكل خلق سني وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو تخلق بأخلاق الربوبية كونوا ربانيين بعد ذلك بعد أن تصفوا مرآة القلب وتحقق العبد بأخلاق الربوبية بالأخلاق المحمدية اللي هي حقيقة وصورة وتجسيد إن صح التعبير لأخلاق الربوبية في الجانب البشري أو في الإنسان هنا يبدأ التجلي التجلي هو ما يفتح الله به على الإنسان من أسماء الله من أفعاله أنوار أفعاله وأسمائه وصفاته وأنوار ذاته ولذلك تجلي هو إيه؟ هو ظهور أنوار الحق تجلي ظهور أنوار الحق هذه الأنوار أنوار أفعال وأنوار صفات وأسماء وأنوار ذاته إذا ما تجلى على عبد نتيجة هذه التخلية والتحلية بأنوار الأفعال يتحقق حين ذاك أن الفعل على الحقيقة فعله الله وأنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يتحقق أنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا الله يتحقق أنه لولا أن الله وفقه وهداه إلى طاعته ما أطاعه لولا أنه وفقه إلى الإيمان به ما آمنه يتحقق بذلك فالفعل فعله هذه الأنوار تجعله يرى ذلك يرى الفعل على الحقيقة هذه أنوار الأفعال إذا ما تحقق بأنوار الصفات يرتقي هنا أيضا لا يقف عند أنوار الأفعال فقط لأن الأفعال هذه تحجب الصفات حجاب للصفات فهو يتجاوز حجاب الأفعال ويتحقق أن طاعته إنما ناجمة عن وصف الرضا أن الله رضي عنه فأطاعها رضي عنه فوفقه فجعله مطيعا ينظر إلى الأصل هنا في الأيه للصفات إذن يرى توفيق الله تعالى في صفاته وما توفيق إلا بالله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب نعم ينظر إلى وصفه العليم فيرى أن علمه ده فعل أنوار أفعال أن ما فتح الله بك أو ما أنت فيه من علم وفتح إنما ناجم عن أنوار العليم تجلى عليك بها فكان فعلك عن علم رباني إذا ما وجدت نفسك كريم فتترقى بأنوار الصفات يتجلى عليك بأنوار اسمه الكريم فتتحول أفعالك بالفطرة إلى كرم تمتد يدك بالكرم تسير قدميك في الكرم قلبك يتسع للناس سماحة ومحبة كرما تكون أخلاقك سعة صدر وأخلاق طيبة كريمة وهكذا أيضا تجليات أنوار الزات وهكذا في سائر التجليات سواء كان ذلك مشاهدة أو مكاشفة أو مخاطبة أو مخاطبة أفعالا صفاتا ذاتا إلى آخر إذا لم تكن يعني ربما لا تكون هذه التجليات من منازل السائرين ولكنها درجات درجاتك ربما واحدة أعلى من الأخرى ما بين المخاطبات ما بين المكاشفات ما بين المشاهدة حقيقة المشاهدة أي المشاهدة لو نتذكر كنا نتكلم قبل احنا توقفنا في الصيام قليلا قبلها كنا نتكلم في مقام المكاشفة عشفة وفي المكاشفة قلنا معناها بلوغ ما وراء الحجاب وجودا وقلنا عشان نتذكر مع بعض معنا بلوغ ما وراء الحجاب وجودا لأن عدم تجاوز الحجاب يبقى محاضرة يعني أنت يبقى عندك العلم ها ولكن ما زلت في حجاب عن الغيب لكن ده علم برهان فحضور القلب تليلا وبرهانا مع الحق تعالى مع وجود الحجاب فده يسمونه محاضرة فإذا ما تجاوز الحجاب كان مكاشفة لكن الحجاب موجود لكنه تجاوز الحجاب وجودا يعني إيه تجاوزه ووجد في مقام الغيب وجد انتقل من عالم الشهادة إلى الغيب إلى عالم الغيب لكن ما زال الرسم موجود بتاع الحجاب آه أثار الحجاب موجودة إذا ما زال الحجاب كانت مشاهدة هي المشاهدة يبقى مع وجود الحجاب محاضرة إذا ما تجاوزنا الحجاب مع وجوده أيضا مكاشفة إذا ما سقط الحجاب وزال الحجاب كانت مشاهدة وهو ده معنى حقيقة المشاهدة أو معناها قال الإمام الهروي المشاهدة هي سقوط الحجاب بتى أو قطع لا فيش حجاب خالص آه المشاهدة هي إيه سقوط الحجاب بتى يعني قطع فالمشاهدة اللي سقوط الحجاب بتى اي قطعا اي انها تكون عند سقوط الحجاب يعني المشاهدة امت بتحدس عند سقوط الحجاب مش معنى كده ان المشاهدة هي سقوط الحجاب لا اي عندما يسقط الحجاب دي درجة عندما يسقط الحجاب ويزداد التجلي ويستقر الانسان في التجليات عند زيك تكون المشاهدة فده اللي بيسمو ايه سقوط الحجاب أي عند سقوط الحجاب كأن المشاهدة ملازمة ملازمة لقضية سقوط الحجاب إذا ما استمر وفي المكشفة تجاوز الحجاب لكن لس الحجاب موجود هو عبارة عن إيه مش هو اللي بيتجاوز في الحقيقة بلغة موراء الحجاب وجودا يعني عندما تومضوا تجليات الحق على القلب المؤمن هكذا تومضوا فتجعله يشرئب بهذه الأنوار فبها يتجاوز الحجاب حجاب الشهادة حجاب الدليل والبرهان إلى الغيب حجاب الظاهر فإذا ما هذه الومضات والأنوار استمرت ودامت حتى استقرت فالحجاب ما يفيش خالص يزول الحجاب يبقى هنا إيه يصبح المشاهدة أو نكون في مقام المشاهدة فهي زوال الحجاب البتة والشيخ قال إن المشاهدة هنا فوق المكاشفة ليه فوق المكاشفة؟ درجة أعلى أعلى نعم لماذا؟ لأن المكاشفة ما زال فيها الحجاب زي ما قلنا لكن مع المشاهدة زالها الحجاب البتة الأمر الثاني إدهار ويقول إيه؟ المكاشفة ولاية نعت أما المشاهدة ولاية عين ولاية صفة ديك ولاية نعت يعني صفة آي والله يفتع عليك يعني إيه ولاية نعت ولاية صفة يعني ولاية النعت خاصة بالصفات لكن ولاية الصفة خاصة بالذات نحن قلنا الحق تعالى إيه؟ أفعال وصفات وذات أفعاله عندما يتجلى عليك بأنوار فعله فتستطيح ساعت حين ذاك أن تتيقن أن الفعل على الحقيقة فعله فإذا ما تجلى عليك بأنوار الصفات أذي المكاشفة تتيقن أن الوصف على الحقيقة وصفه فدي ولاية إيه؟ صفات لكن المشاهدة ولاية الزات دي أنوار الزات دي أنوار إيه؟ الزات فمن شاهد الوصف شاهد وصف أوصف الحق فشاهد متعلقات الوصف يعني إيه متعلقات الوصف؟ أنت إذا شاهدت وصفه المتكلم وتشوف كلامه إذا ما شاهدت المتكلم أنوار وصفه المتكلم فتشهد الكلام تشهد الكلام الأزلي القديم الذي لا يتناهى تتحقق حين ذاك أنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد تتيقن ساعتها أن يعني إيه المعنى ده؟ أن الزاج أن لو كان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي تتيقن أن البحر يعني مداد يعني حبر حبر نعم أن البحر ده لو ربنا سبحانه وتعالى يمده بسبعة أبحور كل بحار الدنيا دي ويمده بسبعة أبحور ما نفذت كلمات الله كل أشجار الدنيا دي والكون أقلام تبقى أقلام وتاخذ من الأبحور دي ما نفذت كلمات الله تعرف ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحور ما نفذت كلمات الله لما تشوف وصفه العليم سبحانه وتعالى وصفه العليم فتشوف العلم بتاعه القديم الأزلي ومتعلقات هذا العلم من اللامتناهيات في العلوم كما وكيفا وتشوف هذا الإعجاز فسعد تتحقق بالعلم بتاعه أنوار تشوف وصفه المريد والإرادة ومتعلقات الإرادة الأزلية سواء بالواجب أو بالمستحيل أو بالممكن كلام عميق في علم العقيدة لما تشوف هذا الكلام وتشوف الحق المريد ويعني الإرادة بتاعته أو القادر وتشوف القدرة ومتعلقات القدرة فالإنسان هنا وتنوعاتها يتفرق بين الصفات لكن الزات هنا بقى لما يرتقي بقى من التفرق في الصفات ومتعلقتها طبعا عندما يرى ذلك في الصفات يرطبط بالعظمة بعظمة الحق لما يشوف متعلقات صفة وصفه العليم أو القادر أو القدير السالك السالك نعم السالك نفسه لما تجل عليه بهذه الأنوار يقوم يزداد في عظمة الله يشوف تعظيم العظيم سبحانه وتعالى ويشوف العليم يقوم يبقى فيه جلال ويزداد علم ويقين وتعظيم للحق جل وعلا ويشوف تعالى ولكن دا في مقام الصفات كويس لكن الذات بخلاف من قصر قصر نظره على ذات الحق تعالى يعني أنوار الذات واستغرق قلبه فيها في عظمة تلك الذات فهو مشاهد للعظيم مشاهد للعظمة في عين ادي بقى ولاية العين ها اللي هي ولاية الذات مش متفرق بين الصفات جل ولاية النعت اللي يسموه مقام الجمع فجه من الفرق النعت أوصاف فالأوصاف كثيرة فمتفرق بين الصفات بيزداد عظمه تعظيمه للحق لكن إذا ما انتقل إلى أنوار الذات يبقى هنا مقام الجمع عين الأحدية هنا قل هو الله أحد مش هو الهكم إله واحد ده صفات واحد ده صفات لكن الأحدية ده ذات فمقام جمع الواحد والأحدية اخذ الحضرتك فالأول مشاهد للفرق والثاني مشاهد للجمع وده كويس وده كويس وده مقام وده مقام فبفرق فاكر الشيخ لما قال رحمة الله عليه محمد الزكري فبفرق الجمع عرفناه وبجمع الفرق عبدناه وبفرق الفرق شهدناه وبجمع الجمع وصفناه الله فقل جل الله أين استخفى المعنى الحق في الفرق ترى أم في الجمع العجز هنا شأن النطق والحكم لذوق أو شوق الله عشان كده عشان كده في الهروي في هذه المنطقة قال لا ده مقام الصفات أعلى من مقام الزات لأن مقام الصفات ده ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته وهو ده المقام ده الإنسان بيستشعر في عظمة الحق لأنه بيشوف لكن مقام الأحدية ده الذات ما يقدرش يشوف لأحرق ما امتد إليه ما امتد إليه من بصر خلقه يعني هنا الحديث هيروح البصر مش يستم مش يقدر يستعمل إن هو لأنه سبحانه وتعالى يعني يعني محيط ببصائر العباد يعني ببصره تعالى محيط فلو تجليات سبحات وجهه لو امتدت لا احرقت كل شيء فما يقدرش يشوف فبالتالي هو أصلا بينطمس فيها فما فيش حاجة عشان نقدر نقول طبعا الكلام الحقيقة طبعا ده غير صحيح لأن مقام الشيخ الحروي الشيخ الحروي يعني أدرك حقيقة المعنى وهنا يظل المشكلة في عجز النطق عن وصف ما يجب عن وصف ما يجب أن يكون ودائما ربما نعود دائما إلى قول النفري إذا اتسعت الرؤية نعم طاقة العبارة فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر